اسمع لما الإنسان بيختبر احنا تكلمنا عن المحبة الأخوية لما بيختبر المحبة الإلهية شوف شو بقول الكتاب المقدس نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة من لا يحب أخاه يبقى في الموت يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق المحبة فلتكم بلا رياء كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير ودينا بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة هذه المحبة تظهر من خلال علاقاتنا مع الآخرين ولسيما العلاقات العائلية والعلاقات الزوجية وأيضا العلاقات الأخوية والعلاقات يعني مع البشر والناس مش بس هيك حتى محبة الأعداء إذ قال يسوع أحب أعداءكم تعرف حبائي الشخص المؤمن الحقيقي بيطلع الشخص المؤمن الرحاني من بين ألف شخص تعرفه من علامة المحبة اللي بميز المؤمن هي علامة المحبة أنا حكيت هاي القصة من قبل في إحدى المطارات أخت من الجزائر لسه يعني ما ما آمنت بالمسيح بس صار عندها حب ليسوع على طول صوتها قالت نزار شهين أنا بحبك فلما رحت لأوين شغل هاي بتشطل بالسيكوريتي فقالت لي اللي بيجذبني واللي بيعجبني في كلامكم هو محبة المسيح اشتركوا في القناة